من برح وإحنا كنا بنتكلم عن فكرة ثقافة الجواز والطلاق وما بينهما وضربنا يعني عدة أمثلة على الحوادث اللي حصلت في الفترة الأخيرة منها الاتنين اللي هما اطلقوا بعد المشدة اللي حصلت بخصوص مكان التلاجة في الصالة ولا في قوضة النوم والمشكلة اللي حصلت بينهم في يوم الصباحية يعني في أسعد أيامهم كنا بنأكد وإحنا بنتكلم عن هذه الحوادث كنا بنأكد على ضرورة التأهيل النفسي الحقيقي والجاد للمقبلين على الزواج أثناء الفقرة الرئيسية مبارح وإحنا بنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر السابق كان بيتكلم عن ضرورة طرح مبادرة لتيسير المهر أو المهور وتغيير ثقافة الناس في هذا الموضوع طبعا حضراتكم أكيد بتسمعوا في ناس كتير جدا بيبلغوا في المهور وفي الدهب وفي الشقة والبتجاز الخمس عيون والتلاجة اللي مش عارف كم دوق يعني حاجات فيها مبالغات كبيرة جدا وده كله بينعاكس على الوضع الاجتماعي النهاردة لقيت بعض الزملاء بيتكلموا في أنه بقى قدام المقبلين على الجواز فرصة للتوفير في مسألة الشبكة الفرصة دي جات من خلال الخبر اللي طلعته النهاردة الشعبة العامة للدهب بالاتحاد العام للغرف التجارية اللي قالت أنها بتناقش طرح انتاج مشغولات دهب من عيار 14 ليه؟ علشان مواجهة ارتفاع الأسعار يعني مشغولات غوايش انسيالات حاجات من عيار 14 عشان مواجهة الارتفاع في أسعار الدهب وبدأ الكل يفكر في أن ده هيوفر يعني جزء من تكاليف الشبكة لكن السؤال السؤال الأساسي هو ليه أصلا أجيب دهب وأنا بتجوز يعني ممكن حد هيضربني بالنار وأنا بسأل هذا السؤال ليه أبقى مديون وأنا بتجوز ليه الإنسان وهو داخل يفتح بيت ويكون أسرة يدخل كده وعلى كتافه يعني مسؤولية تسديد ديون مش عارف الشبكة مش عارف المهر الحاجات اللي احنا يعني بقت جزء أساسي في مجتمعنا